حمل ناشطون في محافظة شبوة تدخلات الخارجية مسؤولية الدعوات التي تقف وراء الانفصال والتخلي عن منجز الوحدة مطالبين بوضع حلول للأخطاء التي طرأت على مشروع الوحدة اليمنية طبعا يعود علينا هذا العام العيد الثاني والثلاثون لتحقيق الوحدة اليمنية التي تعتبر من أكبر منجزات الشعب اليمني ومع الأسف لكن يعود إلينا هذا العام العيد الوحدة هذا العام ونحن أمام الكثير من المشاريع التي تريد النيل من هذا المنجز العظيم الذي تحقق للشعب اليمني والوحدة اليمنية العادلة هي الضامن الوحيد لبقاء اليمن موحدا غير ممزقا ربما إذا لم تبقى الوحدة اليمنية سيذهب اليمن للشتات والضياع ولتحقيق مآرب وبشاريع خارجية اليوم نحن في العيد الثاني والعشرين العيد الوحدة اليمنية ويمر هذا العيد ونحن في وضع كما يعلم الجميع نسأل الله سبحانه وتعالى أن تعود علينا هذا العياد والمواطن اليمني في الشمال والجنوب إلى أحسن حاله وبخير وعافية وفي وضع أحسن بالنسبة للمتنفذين أو المشاكل التي جعلت الاستهداف الوحدة من الكل هو ربما القوى الخارجية التي لها مشاريع في الداخل هذا أهم الأسس أو أهم أسباب المشاكل اليوم هو الذكرى الثاني والثلاثين من قامت هذه الوحدة هو عيد يعني عيد اليمنيين بأكملهم يكون هذا العيد يعني شرف وبالنسبة لنا هو جمع حقيقة هو في الحقيقة جمع اليمنيين تحت إطار واحد تحت نظام واحد تحت عمل واحد لا هناك ليس هناك فرقة ليس هناك نبذ وليس هناك يعني من هذه الاشكاليات لكن هناك أيدي خارقيها اليوم تريد أن تعبث بقضية الوحدة والعبث لمسؤوليتها ولكن ننظر إلى طبيعة النظام الذي نريدها أن نطبقها على واقع الجنوب حقيقة هناك ظلم هناك انتهاكات هناك تأخير ونطالب أن تكون هناك قضية عادلة لأبناء الجنوب الذين ظلموا في السابق وكذلك حتى اليوم يطالب إقامة العدالة بين اليمنيين